ترجمة نانسي قنقر وخلق فرص عمل واعد وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي إضافة إلى تشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة الجدير بالذكر أن برنامج تكامل يأتي ضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية